يعني اللي عاوز أقوله أنه كتير مرات من المعترضين بيقولوا أنتوا بتدعوا في شخصية المسيح أكتر من اللازم أنه هو إله فبيجيبوا الآيات والآيات اللي ذكرتها مثلا حتى الناس اللي معاه بتشهد أنه هو نبي ولكن الأغرب في الموضوع ما هو الغرض لهذا الكلام شو السبب أنه بتقول هذا الكلام هل أنت مخلص في بحثك؟ لأنه معظم هذه الآيات إذا بتقرأ يعني بتقرأ ثلاث أربع آيات بعدها بتشوف إعلان المسيح عن نفسه الإعلان الكامل وأنه فعلا الله ظاهر في الجسد فبيختاروا آية لكن مش كل الآيات مش سياق الحديث وهذا طبعا شيء خطأ جدا بيضللوا الناس طب أنت بتخفي إيه؟ وبتدافع عن مين؟ وليه؟ أليس الحق أهم شيء؟ ومش يوم للأيام رح يتواجه الإله الحي الحقيقي؟ فهي الإشكال اللي منواجهها بيخده أها ما هو نبي إحنا كمسيحيين نؤمن بوظائف المسيح ولما مندرس اللهوت منقول إنه المسيح شغل يعني وظيفة الملك والكاهن والنبي وهو طبعا يحق أن يكون نبي لأنه تنبأ كمان تكلم عن أمور آتية تنبأ عن آلامه عن موته عن صلبه عن قيامته تنبأ عن خراب أرشليم وتنبأ عن أمور كثيرة عن آخر الأيام فهو أعظم يعني هو نبي نعم لكن أعظم من نبي هذا الفكرة اللي حابب أوصله انت وصلتها بشكل حلو إنه السامريه لما ابتدأ أرى أنك نبي أخذها بالإعلان بالتدرج حتى يعطيها الإعلان الكامل ترجمة نانسي قنقر